أعطي نتائج لها زوانة ولكن إذا كنت ضعيفة كثيرا كنت تأخذ أوروستيم هذه إما كينا إما سيرو المشكلة هي أنك ضعيفة من التحت وغلادة من الفوق يخفي معالم الأنوت عكس واحدة أخرى أرقيقة من الفوق أغلادة من التحت تجعل مكملات غذائية وصفات طبيعية تدهن بسيرومات وزيوت لا تزد من التحت لأن صالح المرأة المرضيع والغير المرضيع والمرأة الحاملة لا تقوم بعمل هذه العمليات نمو الجسم لأنه تكون من المكونات أهلاً وسهلاً للبنات أمركم هانيا ومرحباً بكم معي في فيديو جديد موضوع جديد كيف العادة في فيديو اليوم سوف نحضر على زيادة في الوزن وخصوصاً للبنات التي يعانون من ذلك المشكلة لأنه مرقاق من التحت وغلاد من الفوق يعني تكون عندها واحد العقدة لا تكون ثقة في الوزن لكن لا تكون هي هذه يعني بزاف من الناس يتواصلون معي وعندهم هذه المشكلة بأنها أرقيقة بزاف من التحت ولكن من الفوق تكون عامرة وغلادة لذلك لا تعرفوا الحل سوف نستعمل مكمل غدائي وصفات طبيعية أو أي شيء دائما تبقى الوزن ولكن تزاد غير من الفوق لا تكون عندي حتى نتيجة لذلك في الفيديو سوف ندرع على هذه المشكلة وسوف نرى أحد بخدوة يعني سيرو الكينة التي يزيد من هذه المشكلة يعني يزيد زائدة وآمنة وبدون ضرر سيرو الكينة سيرو الكينة لأنها ضعيفة من التحت وغلادة من الفوق يخفي معالم الأنوت عكس واحدة أخرى تكون رقيقة من الفوق وغلادة من التحت وغلادة من الفوق تكون عندها لطاية تكون لطاية تكون رقيقة من التحت وغلادة من الفوق هذا النوع يجب أن يدير مكملات غدائية وصفات طبيعية تدهن بسيرومات التي يزيد في الوزن تدهن زيوت ولكن لا تزيد لماذا؟ لأنها لطاية بحال هكاك ومنهار تزادت هي أصلاً لطاية بحال هكاك كيف ممكن لكم؟ كتلقوها تدير وصفات طبيعية كتلقوها تدير مكملات غدائية كتزاد ماشي ما كتزادش ولكن دائماً كتزاد من الفوق والفوق يكون غالب كثير من التحت يعني الزيادة التي تكون من الفوق تكون غالبة على التحت هنا في هذه الحالة سننصحك بالرياضة ضروري من الرياضة كتخدمي على هذه البلاسة الفوقانية يعني تديري حركات رياضية التي ستضعفك من الفوق ومن التحت ريبقى كيفما هو دونك فش كتديري حركات رياضية فكتقدري أنك تخسري الوزن من الفوق ومن التحت ريبقى كيفما هو وكي نعود ثاني لك تكون ضعيفة من التحت ولكن لا تكون لطاية ديالة في حالكك يعني غاك تجيها شي مرضى أو تكون داجا مريضة بشي حاجة أو فيها مثلا بومزويك يضعفها بزاف خصاً لمنطقة السفلة يعني كتكون مريضة فهنايا كنصحك أول حاجة تديري هي السكوات وتديري هاد الكينة أو هاد السيروء اللي غادي نوري كتابه يعني السكوات حركات رياضية إذا كنت لا تتعرف يومش غادي يدخلي اليوتيوب وغادي تبقى يتبعي معهم يعطيوك الحركات الرياضية اللي غادي يديري يومياً وكوني أكيدة أن هذا السكوات هذا يعطي نتائج اللي هي سريعة ومضمونة وأنا كنعرف بنات شخصياً تديري سكوات عندهم واحد لطي واعرة يعني كيعطي نتائج اللي هي زوونة ولكن إلا كنت ضعيفة بزاف كنا نصحك أنك تأخذ أورو سيم هادية إما كيناية إما سيرو أنا غادي نخلي لكم الصورة بخدويني باش تشوفها مزيان وواحد البنت قد يتطوي حيث راغيكات بان وضغيكات تشمشي ما كيكفينيش لوقت أنني سكرينيها أنا غادي نخليك بخدويني باش تشوفها مزيان لكي تشوفها مزيان على خاطرك صالح للمرأة المرضاعة يعني ممكن المرأة المرضاعة تستعمل هاد أورو سيم المرأة الغير المرضاعة المرأة الحاملة لا تديروش لكي تحاملة ما محققش أنك تديري أورو سيم نهائياً لكي تكاثر الدعي ماشي مشكل يعني وخدتخذه تكوني كاثر الدعي رأي حاجة دازت لبيبي دي يعني كليتها أو شربتها ركتدوز لبيبي دي لك عن طريق الرضاعة أورو سيم وخدتخذه وخدوز لبيبي دي لك ماشي مشكل لأنه غير مدير فيها البنات الحلبة يعني المكون الرئيسي دياله وهو الحلبة وغداء ملكة النحل في كذلك أملح مدينية وفيه 11 الفيتامينا البنات فيها البنات 30 محبة كي يساعد على فتح الشاهية بالنسبة للبنات اللي معندهم الشاهية ما يقدروا شياكله كي يفتح الشاهية وكي يسهل عمليات زيادة الوزن بواحد السرعة وكي يسهل عمليات نمو الجسم لأنه يتكون من مكونات اللي هي زوينة يعني الحلبة، أملح مدينية غداء ملكة النحل حداش الفيتامين يعطيك واحد طاقة وواحد الحيوية بنسبة للناس اللي دائما مرخية يعني ما تقدرش تدير شغول ديالها ما تقدرش تنطف في الصباح دائما نفشلانة ركتك واحد طاقة اللي هي زوينة بزاف هذا المكمل الغذائي ليس من نوع اللي تنفخ لك غير الوجه أو لك نفخ لك الكرش لا، هذا يزيدك واحد الزيادة اللي هي طبيعية جدا يعني كتباني أنك واقفة على الصحي يعني كتكون زيادة حقيقية ليس بحل الأخرين اللي ينفخ لك غير الوجه يعني كتباني أنك ديرا شيء يعني اللي شافك يقول هذه من نفوخها ولكن هذه المكملات الغذائية اللي تكونوا مخدومين غير بالحلبة وبغذاء ملكة النحل سيكونوا زوينين كيزيدوك أول حاجة في المناطق الأنتوية هذه هي أول حاجة تزاد فيه المناطق الأنتوية يبدأ يزيدك شوية بشوية حتى تحصل على واحد الوزن الميتالي واحد الشكل اللي هو زوين لن يكون غير نفخ الكرش الوجه أو هذه المنطقة الكتاب تكون من فوخها بالنسبة لكينة ممكن تخذوها من 15 العام للفوق والسيرو ممكن تخذها من 15 العام حتى الناس الكبار لديابيتيك ممكن أن يستعملوا لا يستعملوا سيرو حيث كثير من المنطقة يوصلوني يقولون إغسية رشيدة ما ممكن تستعملها السيرو ما ممكن تستعملها الكينة فيها 30 حبة وبنسبة لطريقة الاستعمال كنت تخذي حبة في الصباح وقليل قبل المكلة باحد من الساعة كنت تخذها الأولى أنا سأقوم بكم كيف يجب دائرة من الداخل بيشوفها كيف يجب دائرة من الداخل من الداخل دائرة من الداخل من الداخل يجب دائرة كيف يجب دائرة هذا مكمل غذائي من المشكلة وما تخافوا على صحة أنه يؤثر عليكم من بعد من الداخل ويمكن تخذوه 1 شهر أو 3 شهر ويمكن تحبسه 1 شهر أو ترجعه من الداخل من الداخل ومن الداخل من الداخل في الصباح قبل الماكلة بنص ساعة يعني إذا لديك شي بيبي ما كيأكلش مذيان أو لا بغيت تقوي المناعة دياله دياله أورو ستيم وبنسبة للأطفال اللي عندهم من أربع سنوات الفوق يعني ربع سنين خمس سنين ست سنين كتعطوهم واحد المعلقة اللي هي كبيرة شوية حتى هي في الصباح على الرق كيسبرون الساعة كيأكلوا وبنسبة لكبار ره ممكن تديروا معلقة في الصباح ونص نهار وبالليل قبل الماكلة أو لا غير في الصباح وبالليل قبل الماكلة وبالنسبة للثمان دياله خمسة وسبعين درهم حتى هو دياله سنزول الناس اللي فيهم بومزوي أو الناس اللي عندهم لغدة دارقية الناس اللي عندهم نقص فيتامين دي الناس اللي عندهم فقر الدم هذو كيخسكم طهروري تشوفوا الطبيب لأنكم مخدروا شي مكمل غدائي أو لوصفة طبيئية رهما غادش تعطيكم نتيجة واخت لحظة واحد الفرق يعني واحد الفرق اللي يكون بسيط وصافي ما كتوصلش للنتيجة اللي بغيتي وبالزاب ديال البنات كيتواصل معي يقولك أنا استعملت هذا واحد المدلية طويلة مثلا ثلاث شهور استعملت هذه الوصفة هذي ثلاث شهور وانا كنت استعمل فوري كرامة لا تلاحظت الفرق ولا كنت بغي واحد شوية هذي الناس عندهم شي مشكل ومخليهم انهم ما كيتزادوش في الوزن رهما دائما تقولها لكم قبل ما تدوزوا الزيادة في الوزن ضروري تعرفي شن هو عندك وانا عندك مشكلة وانا عندك مشكلة كبيرة مثلا بومزويرة مشكلة كبيرة بومزويرة لا يجعل الإنسان انه يتزاد وانا عندك تكون دائما تغليده وتصابي بومزوية ركيكة ضعافية كبيرة يعني ضروري تعرفوا ما عندكم هو الوزن المكملات الغذائية او الوصفات الطبيعية وهذا ما كان الغزالة نتمنى الفيديو ديالي يكون أعجبكم ونكون خفيفة يفعل قلبكم وسهلا وليفعسكم مع الفيديو جيد ان شاء الله وسهلا وليكم